فكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من تلك الأيام العشر فأكثر فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير من أشرف الأذكار في هذه الأيام سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر دي الأذكار اللي نبي كان بيقولها عليه الصلاة والسلام الذكر ده على فكرة من أشرف الأذكار اللي نبي دايما كان بيلوق طول السنة لكنه كان وكأنه بيقول للصحابة ولمن جاء بعدهم مننا ركزوا على سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وشوف قال عليه الصلاة والسلام في الذكر الثاني بتاع الأيام العشر الأول من دي الحجة قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هنا في وقفتين وقفة الأولانية التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر والذكر لا إله إلا الله خير ما قلت أنا والنبيون طيب شمال النبي قالها جنب كلمة خير الدعاء يوم عرفة كأنه بيقول لك أحسن دعاء دعاء يوم عرفة وقول الذكر ده كمان وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ذكر التوحيد ده بيقوله حجاك شبه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وإحنا كمان هنذكر التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له دي أذكار الأيام العشرة